موسيقى جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة أصحابكم فيها ناري منور الدين ونبدأها بأهم العنوين اتحاد الشغل يكثف من مشاوراته مع الأطراف الموقعة على وثقة قرتاج والأمين العام نوردين طبوبي يشدد على تغليب صوتي الحكمة والعقل ومعظم الأحزاب في لقاءه برئيس الحكومة القضاة ينفذون إذرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم بالبلاد احتجاجا على سوء أوضاعهم المادية والمهنية ويطالبون الحكومة بتوضيح موقفها من مسألة المجلس الأعلى للقضاء موسيقى صندوق النقد الدولي يقرر تأجيل القسط الثاني من القرض والحكومة تدرس تسريح عشرة آلاف موظف وبيع حصص في بنوك عمومية موسيقى 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 مساء الخير وأهلا بكم شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين طبوبي إثر لقائه صبح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة تغليب روح المسئولية من قبل جميع الأطراف مؤكدا أن تونس لا تحتمل أي تتوترات إضافية وأن صوتي الحكمة والعقل هما أساس نجاح المرحلة صوت الحكمة والعقل هو اللي تغلب في اللخر وبلادنا مايش نقص توثورات وروح المسئولية العالية إزمها تكون متوفرة عند النس كل وشان ما نقول في اللخر دائما وأبدا تونس هي اللي تبقى ديما منتصرة للحديث أكثر عن هذا اللقاء ينظم إلينا كاتب الدولة للنقل السيد هشام بن أحمد مساء الخير سيدي مساء الخير تصريح أمين عام اتحاد الشغل اليوم جاء داعيا إلى تحكيم العقل هل قدم رئيس الحكومة تطميناتا لاتحاد الشغل اليوم بارك الله فيك نحن الحقيقة نفرح ومعنى كنسمعه سيد رئيس الأمين عام اتحاد الشغل يتحدث بالطريقة هذه لأننا كحكومة وحدة وطنية أهم شيء بالنسبة لنحن هو الحوار وأهم شيء بالنسبة لنحن هو معنى اليوم التقدم بتونس وأنهوض بها بالنسبة لنحن في السنوات الجاية مع الناس الكل مع بعضها وهذا هي شيء نخصده به حكومة وحدة وطنية يعني الشاهد قدم تطميناتا بالفعل لاتحاد العام تونسي للشغل اليوم هو روحنا ما تماشي شكال مع الاتحاد التونسي لشغل لأنه سيد رئيس الحكومة معتا في حديثه مع الأخ الأمين العام هو معتا عود أعطاه تطمينات واضحة لأنه احنا كما قلت احنا اليوم مع بعضنا هذك هو اللي بش نقدمه ويزم نسكوله مع بعضها واتحاد الشغل احنا دي معتا شيء واضح عندنا نحن هو شريك بالنسبة لنا نحن في مستقبل البلاد وفي التقدم بتونس بنسبة للسنوات الجاية سيد هشام رغم هذه التصريحات فأنا الجميع ما يزالوا يخشى من التصعيد بين الاتحاد والحكومة بما قد يؤدي ربما إلى انسحاب الاتحاد من وثيقة قرطاج ما تعليقكم إن شاء الله لا احنا ما نتصوروش لأنه احنا كما متأكدين كما كنت تقول انت كلمة الأخ الأمين العام احنا متأكدين أنه الحوار ما عنده معناتها ديمة بالحوار نجد الحلول وبالحوار نتقدم مع بعضنا معناتها ما نتصورش بشو نوصلو لي مثل هذه الأشياء سيدي هل كان من الضروري حسب رأيك تعويض نقابي بعض من منظمة الأعراف ألم تكن رسالة تصعيد إلى الاتحاد هو رون الناس الكل ربما فهمتها رسالة بالنسبة لنحن لكن ليس رسالة بالعكس هذا معناتها سيد وزير سابق سيل عبيد البريكي اللي هنا هنا فرصة زادا نحب نحيي لأنه عشنا فترة اشتغلنا مع بعضنا ومعناتها معناتها العقيقة هو من الناس الأكفاء أنه هو بيدو معناتها كان رأى أنه ما يكملش المشوار معنا وسيد رئيس الحكومة طلب أنه معناتها قام بي إيقالته هذا كعليش أحنا معناتها التوجه هو اختيار ناس أكفاء معناتها اختيار سيد الوزير الجديد معناتها كما البعض يقولوه هو اختيار أنه مبعدنا الاتحاد وشركنا اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة بالعكس هذا إنسان كفاء معناتها سيد الوزير الجديد وإن شاء الله بشيقوم بمهمته كما كان يقوم بها سيل عبيد وإن شاء الله معناتها هو بيدو ينجح في المهام متاعه لكنها تبقى النقطة الأبرز التي يعترض عليها اتحاد الشغل من ناحية أن سيد خليل غرياني هو رجل أعمال سيهتم بالوظيفة العمومية وسيقود المباحثات والمشاورات مع الاتحاد في مطالب الموظفين العموميين هو سعب تفقوا على حاجة احنا رجل أعمال يشبيه رجل أعمال ينجم يقوم بكل المهام إذا إن شاء الله كان نجح هو في المهام متاعه في الأعمال ينجم ينجح في كل معانتها الميدين ومعانتها سيخليل هو بيده كان في مستوى الاتحاد كان هو داخل في المفاوضات الاجتماعية وعنده تجربة كبيرة وانا نتصور معانتها بالنسبة لنا نحن إن شاء الله سيكون نجاحه لأنه زادة ثم حاجة نحب نقولها رأوا نجاح أوزير ولا عضو حكومة رأوا مش في نجاحه وحده هي احنا اليوم فريق عمل فريق احنا اليوم الحاجة اللي عنا هو أنه في حكومة وحدة وطنية رأوا معانتها ثم حاجة مهمة لما كناش ربما نتصورها في أعوام معانتها سابقة أنه معانتها كل هذه الأطياف تتلم مع بعضها وتتحدث مع بعضها وتتحدث بما هو مستقبل تونس هذا شيء معانتها المهم والناس الكل معانتها من هيكل ولا أحزاب ولا نحن كما أعضاء حكومة اليوم معانتها مع بعضنا متفائلين ومع بعضنا نحب نرجع الأمل لتونس وهذا هو بالنسبة لنا أهم مساج ما نحب نقولوه للتونس نعم لا يخفيكم سيدي كتب الدولة أن الأحزاب المعارضة عبرت جميعا عن احتجاجها على هذا التحوير والأهم من ذلك الأحزاب المواقعة لوثيقة قرتاجة التي تطلب اليوم توضيحات حول هذا التحوير الذي لم تستشر بشأنه هو الحقيقة سيد رئيس الحكومة معانتها من حقه أنه بشيقوهم بتحوير ثم ترق معانتها يقوموا بها معانتها هو أنا منتصورش أنه ما تحدثش نتصور وتحدث مع معانتها كل الهيكل اللي عندها علاقة بهذه التحوير وتحدثوا وأحنا غدوة فهمة معانتها في أقرب الأجائل ثم كيميق طرق قانونية للقيام بهذا التحوير وقام بها وهذا من حقه أنه بشي معانتها يختار الفريق العمل المتاعه ومن حقه زده اليوم كرئيس حكومة زده بش نعطيهها في إطار تحميل مسؤولية للفريق الكل بش نعطيه من حقه أنه اليوم بشي نجم يغير ويجيب ناس أكفاء معانتها اللي بشي نجم يواصلوا المشوار نعم فلننتقل إلى الحوار الصحفي الذي أدل به سيد رئيس الحكومة أمس ما هي الرسائل التي أراد توجيهها خاصة فيما يهم الوضع الاقتصادي وما أشار إليه من بيع حصصا في البنوك العمومية بالذات هو حقيقة حنا الوضع الاقتصادي لكل متفقين أنه وضع صعيب وما تنجمش حكومة في خمسة ولا ستة شهر بش نجي ونقولوا عندها عصاة سحرية وغيرت كل الموازين وتخنى في معانتها نجاح بير لا أحنا أهم شيء لحكومة هذية وأنا اللي حاب نقوله هو أني حكومة شجاعة أحنا لحقيقة كل الأشياء اللي قاعدين نقوموا بها معانتها متحملين كل المسئولية وبكل شجاعة واليوم أهم شيء بالنسبة لحكومة هذية بالنسبة للجانب الاقتصادي إرجاع الأمل إرجاع الأمل نحنا كيتحدث سيد رئيس الحكومة حول البنوك ولا حول كل الهياكل معانتها الاقتصادية هو اليوم فما برنامج كبير متاع إعادة هيكلة للمؤسسات الاقتصادية فما برنامج كبير إعادة هيكلة البنوك معانتها هذه من الأشياء اللي يلزم اليوم زادة تونسي يكون ينتظر أنه اليوم فما حاجات صعيبة باش نعيشوها معانتها اختيارات يزم نسكل متفقين عليها لأنه اليوم ما نجموش الشركات ولا المؤسسات الموجودة اليوم في القطاع العام الدولة باش تقعد بنفس الطريقة باش نجم معانتها تعاون فيها ولا تساعد فيها متين اليوم الدولة معاش نجم مش بيه معانت احنا إذا دا يزم نقبله أنه معانتها في فترات أخرى أنه هذه الشركات إذا يلزم معا كيما قلت هذا الكل بالتعاون والتعامل مع كل معانتها الهيئة اللي هي الاجتماعية ذات علاقة معانتها باش نقدموا بها وباش نلقاوا الحلول سيدي نفهم منكم إذا دعما تاما لرئيس الحكومة ولبرامجة دعم كامل دعم كامل بالنسبة لي احنا وأهم شي كيما قلت لك احنا كيما قال سيد رئيس الحكومة احنا هذية بالنسبة لي احنا حكومة ان شاء الله لي بشعتي الأمل لكل التوانسة ونحب معانتها هنا نحب نطمن كل التوانسة نطمن كيما قال سيد رئيس الحكومة حاجة مهمة احنا باش نعملوا كل اللي علينا وكل ما في جهدنا باش ننجحوا وماناش باش نخافوا باش نقدم وماناش باش نخافوا باش ناخذوا الإجراءات اللازمة وإحنا بالنسبة لنحن باش نحاولوا أكثر ما يمكن باش نقدموا بما فيه مصلحة البلاد ومصلحة التوينس واليوم في عينينا الشباب تونس هذا الشيء اللي يجب أن نقوله لأنه إذا نجموا ونتوصلوا باش نعملوا حاجة هي باش نعملوها الشباب تونس وباش نعملوها المستقبل التوينس بالتوفيق سيدي كتب الدولة للنقل هشام بن حمد شكرا لك على هذه المداخلة بارك الله فيك اعتبرت تحزف سياسية في لقائها بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أن ما أتاه رئيس الحكومة من تحوير وزري جزئي هو خرق لوثيقة قرطاج وجب على الحكومة تداركه مع الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة لقاءة ومشاورات يعيش على وقع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد التحوير الوزري الأخير المنظمة الشغيلة تبحث مع بقية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج موقفا موحدا بخصوص هذا التحوير حركة مشروع تونس التي تتفق مع الاتحاد على وجود خرق لوثيقة قرطاج أكد أمينها العام محسن مرزوق أن هناك أمور خطيرة تحصل في علاقة بالحكومة وجب الانتباه إليها ومنعها الجزء الثاني من القرض اللي كنا مش ناخذوه معناها من الأفع مي ما مش مش ناخذوه بعد صمعنا فجأة مسير التفويت في كثب نقع عم ومي ومن بعد الآن نحن نحكم وحدي ونحن نعين الناس كل كما نحبانا يعني أحب يقول ثم استراتيجيا كاملة قاعدة موجودة اختيرة ياسر اللي هي فيها تفويت في القطاع العام بطريقة مياشي مبرمجة حركة نداء تونس تؤكد من جهتها وعلى لسان رئيس كتلتها البرلمانية سوفيان توبال أن وثيقة قرطاج ستظل بوسلة للحكومة وجب الالتزام بها وتعزيز المبدأ التشاركي الذي نصت عليه بين مختلف الأطراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتم علينا والوضع الاقليمي أيضا للعيش اليوم تونس يحتم علينا الناس لكل الالتفاف حول هذه الوثيقة الحزب الجمهوري الذي تساءل حول الجدوى من هذا التحوير دعا أمينه العام عسام الشهبي رئيس الحكومة إلى جمع الأطراف الموقع على وثيقة قرطاج للتحاور في هذا الخصوص دعينا الرئيس الحكومة إلى عقد لقاء عاجل بكل مكونات الممز على وثيقة قرطاج لتدارك ما يمكن تداركه وتصويب ما يمكن تصويبه حركة الشعب استنكرت من جهتها تعيين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية معتبرة أن هذا التحوير ليس الحل بل هو دفع للأزمة أرسل رسالة سيئة مفادها أن وزارة الوظيفة العمومية اللي فيها أحنا ملف نعتبره ملف كبير هو ملف الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص سليم هذا الملف إلى اتحاد الصناعة والتجارة للمفروض الملف هذا يكون عن شخصية وطنية مستقلة رعي مسحة البلاد خرق لوثيقة قرطاج وبعث رسائل عكسية استنتجات كشفتها معظم الأحزاب الموقع على وثيقة قرطاج في علاقة بالتحوير الوزري الأخيرة وترحت في لقائها بيمين عام اتحاد الشغل أسئلة حول جدوى هذا التحوير أسئلة تنتظر أجوبة من رئاسة الحكومة نشرتنا هذه مستمرة وتتبعون فيها اختتام مهرجان ذبذبات الصحراء في نسخته الأولى وسط حضور جماهيري مهم تعددت ردود الأفعال واختلفت حول التحوير الوزري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء السبت وقد تغى الرفض على أغلب مواقف نواب الكتل البرلمانية واعتبروا التحوير مخالفا لما جاء في وثيقة قرطاج إدخال رئيس الحكومة تحويراً وزارياً دون سابق أعلام أو تشاور مع الأطراف المواقعة على وثيقة قرطاج أثار ضجة واسعة لدى أغلب الكتل البرلمانية الأخرى الجبهة الشعبية اعتبرت أن هذا التحوير رسالة مشفرة هناك حاجة اسمها وثيقة قرطاج وثيقة قرطاج هي نص إنشائي العمود الفقري الحقيقي والوثيقة الحقي هي رسالة النواية التي أرسلتها أرسلها وزير المالية ومحافظة منك المركزي للسيدة كريستيل لغارد رئيسة صندوق النقد الدولي الكتلة الديمقراطية وصفت التحوير الوزاري بالمتسرع والأحادية ولم يسبقه حوار مع نواب البرلمان والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول أداء الحكومة واعتبر النائب عماد الدايم أن هذا التحوير جاء من غرفة خلفية من أجل مصالح ضيقة الوضع وضع خطير في الوضع الاقتصادي في البلاد والاجتماعي ويتطلب حوار حقيقي في المدة القادمة ويتطلب تجاوز لهذا لعقلية الغنيمة شق ثلث اعتبرنا التحوير أدخل الحكومة في سراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل بل أكثر من ذلك أطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على حكومة الوحدة الوطنية تحوير الوزاري هذا كان موضوعي أو لا بعد تقييم أو لا الذي ظهر أنه كان رد فعل على ما صرح بها السيئة عبيد البريكي وعبر أعلانيته في الاستقالة ما أجمع عليه الأغلبية تغيير وزير الوظيفة العمومية والحوكمة بممثل عن منظمة الأعراف هو شروع الحكومة في تنفيذ سياسة تصفية القطاع العام خوصصة لعدد من المؤسسات الوطنية على غرار البنوك صرح الناطق باسم الحكومة يد الدهماني اليوم أن الحكومة ساعية لدعم حرية التعبير وترسيخها وتم الاتفاق على مراجعة الأمر أربعة ألف وثلاثين الصادر في ألفين واربعة عشر وبالتالي تعليق العمل بالمنشور عدد أربعة كانت اليوم فرصة للقاء في رئيسة الحكومة مع الهيكل الممثلة لقطاع الإعلام كانت فرصة باش أكدنا في الحكومة على التزامنا بحرية التعبير بحرية الصحافة وطرقنا كذلك طبعا أكيد لهذا اللي نسميه هنا سوء التفاهم المربوط بالمشور عدد أربعة اتفقنا على مراجعة الأمر عدد أربعين ثلاثين لسنة 2014 تابعا لذلك تعليق العمل بالمشور عدد أربعة لسنة 2017 اللي بديهيا يتم إنهاء العمل به آليا بصدور الأمر الجديد نفذ القضاة اضربا عاما حضوريا بكافة المحاكم بالبلاد بدعوة من جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض حول وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم إضافة إلى مشكلة المجلس الأعلى للقضاء حيث وصفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روذ القرافي التطورات المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء بالمريبة خاصة خلال الساعة الأخيرة مشيرة إلى أن المسألة تتسم باللخبطة وتتطلب التوضيح من قبل السلطة التنفيذية إضرب عام حضوري نفذه القضاة بكافة المحاكم بالجمهورية ذلك ردا على ما اعتبروه سياسة تهميش الممنهجة لمنظومة القضاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي لم تستقبل أي هيكل قضائي منذ توليها المسؤولية إلى جانب تجاهلها للمطالب المادية والمهنية العالقة حسب جمعية القضاة التونسيين اليوم اللي حاصل يعني شيء غير مسبوق ستة شهر من نطلبه بش نقابله بش نطرح المسائل المتعلقة بشأن القضاء في المسائل المتأكدة سواء بالنسبة لظرف المادي للقضاء ولا ظروف العمل بالمحاكم اللي تهم شرط المحاكمة العادلة اللي يطلبها وقت اللي يجي للتونسي في المحكمة يطلب معتها شرط المحاكمة العادلة المحاكم باتت قصة معاناة لكل روادها من قضاة ومواطنين حسب نائب رئيس جمعية القضاة بسبب نقص التجهيزات والمسائل اللوجيستية ووضعية بعض المحاكم التي أصبحت أهلة للسقوط رغم الهيبات التي تحصلت عليها الدولة بهدف تحسينها وفق المعايير الدولية بعد الثورة حجم العمل تزيد وتضاعف لمرات ومرات المحاكم في حين أنه عدد القضاة وعدد الإطار الإداري القضائي معناها مضاف الشرط لقينا أنفسنا في حالة شبه استحالة من أداء مهامنا في أفضل الظروف زيد الأعباء المادية زادة كذلك على السادة القضاة اللي ينأكد لك اللي أغلبية القضاة معناها يصرفوا على مهنتهم من أجيابهم يذكر أن إضراب القضاة جاء بناء على قرار الجلسة العامة ليوم التاسع عشر من فيفري الجاري والذي أكد فيه القضاة على التصعيد والقيام بتحركات مستقبلية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم قالت وزيرة المالية لم يزريبي إن بايع حصص في البنوك العمومية وتسريح عشرة آلاف من الوظيفة العمومية لتزال إلى الآن سيناريوهات مطروحة للنقاش مع الحكومة كما أكدتنا الدولة تدرس حاليا التفويت في الأملاك المصادرة والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دينار بعد قرار صندوق النقد الدولي الأخير تجميد القسط الثاني من القرض المقدرة قيمته بـ 2.5 مليون يورو نتيجة تباتو الإصلاحات المقرر تنفيذها قالت وزيرة المالية لوكالة رويترز بأنها لا تستبعد بيع حصص بالبنوك العمومية وتسريح موظفين عموميين بصفة اختيارية هو الموضوع رفض الصندوق النقد الدولي للقسط الثاني والثالث هو موضوع غالط اللي تم هو أنه تم صرف قسط أول هو بالنسبة لهذا البرنامج في جوان 2016 ثم في ديسمبر 2016 تم تأجيل القسط الثاني من بين الفرضيات هو تفويت الدولة في منابها معناها في هذه البنوك لكن كل هذه المواضيع طاولة اليوم وفهم فكرة كبيرة لعادة نظر حول تموقع الدولة في هذه البنوك قاعد المبكر بصفة اختيارية وهذا يكن شوفوه جاء في إطار برنامج كامل لإسلاح الوظيفة العمومية هذا ووقعت في وقت سابق رسملة البنوك العمومية بأكثر من مليار دينار بعد عملية تدقيق رافقها الكثير من الجدل البنك الوطني في لاحي لا أساسا دوره عملوا ما عملوش هذا كفي نقاش أساسا هو قطاع في لاحي وبالنسبة لبنك الإسكان أساسا قطاع العمار والتعمير والبناء ومعناها السكن الاجتماعي وما إلى ذلك وبالنسبة لشركة تونسية البنك عندها مديونية 80% من القطاع السياحي وتصل كتلة الأجور في تونس إلى ما يقارب 45% من ميزانية الدولة و14.5% من الناتج الداخلي الخام ويقارب عدد الموظفين العموميين 630 ألف موظف وهو ما اعتبره صندوق النقد الدولي من بين أرفع المعدلات في العالم البرنامج قال تفاهم والتفاق عليه في 8 عنوين كان صعيب تحقيقه في الأربع سنين معناها التزمنا بحاجة مهما تكون قوة الحكومات التي تجي رأي بشكر عندها صعوبات لتنفيذ البرنامج هذا اذكروا أن شروط صندوق النقد الدولي تضمنت ثمانية عنوين وصفها خبراء بالمشحفة ولا تقدروا للحكومة الحالية ولا الحكومات التي ستليها على تنفيذها وفي نفس السياق استمعت لجنة المالية اليوم إلى وزيرة المالية لم يزريبي والرئيس المدير العام لشركة إسمنت قرتاج ومدير الكرامة القابضة بخصوص التفويت في الأملاك المصادرة وكانت وزيرة المالية قد صرحت سابقا أن الحكومة ستستر إلى بيع الشركات المصادرة صار قرار للتفويت في مناب الدولة في هذه الشركة هي ما زالت في عملية التفويت ما زلنا في المراحل الأولى منها معناها بالتالي تم اتخاذ القرار لكن ما زلنا ما تقدمناه في الإجراءات معناها ما زلنا في المراحل الأولية للتفويت في هذه الشركة عقدت الغرفة النقبية الوطنية للمؤسسات التلفزية الخاصة اجتماعا توصلت فيه لإمكانية وضع خطة عمل منهجية جدية ومسؤولة يتفق فيها كل الأطراف في إطار تعزيز الشفافية مع شركات سبر الآراء وخلق مناخ لمنافسة عادلة بين التلفزات الخاصة من خلال الاعتماد على نتائج خاضعة للرقابة الاجتماع متعنا شيء ضروري بش نلقاه حل اللي مكننا بش نشوف شركات ضمنها نشوف المعايير اللي تنتهجها الشركات هذه كيفاش تخدم وباش نحن نتوافق للناس الكل مع بعضنا ونوافق على سيلكسيون من اختيار شركة اللي المعايير متاحها والمقاييس متاحها تتماشى والعمل الجدي تمكنت منطقة الحرس الوطني بيجابس في حملة أمنية استباقية من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع كانت على متن شاحنتين قادمتين من بنجردان في اتجاه قفصة هذا وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار تمكنت منطقة الحرس الوطني بيجابس من إحباط عملية تهريب خلال اليومين الأخيرين اللي هما نهار 25 و 26 و 2017 من حجز كميات هامة من السجائر الأجنبية اللي تعد 31.750 علب السجائر الأجنبية كذلك كمية من مادة المعسل والجيراك 360 كيلو جرام من مادة المعسل 560 كيلو جرام من مادة الجيراك في وسائل مختلفة اختتمت فعاليات مهرجان ذبذبات الصحراء في نسخته الأولى والتي تواصلت على مدى يومين بصفح جبل الطباقة بالمدخل الشمالي لمدينة كبلي تحت شعار لنحتفل للسلام أصدل الستار على فعاليات تظاهرة ذبذبات الصحراء في دورتها الأولى تحت شعار كبلي تحتفي بالسلام من أعلى جبل الطباقة في رسالة للعالم مفادها أننا بالثقافة نحارب الإرهاب الدورة امتدت ليومين كانت خلالهم كبلي عروسا تظاهرة ثقافية تنظاف مرة أخرى للمشهد الثقافي في ولاية كبلي كما نعرف تقريبا التظاهرات هذه تقتصر على مواسم معينة حابنا اليوم انكسروا السائد والنمط والمعلوم التظاهرة الشبابية بامتياز يدل هذا على أن طاقات شباب كبلي هي واحدة وإذا ألقت الإمكانيات المتوفرة تصنع المستحيل الدورة حظيت بمواكبة جماهيرية من داخل تونس ومن خارجها مع الإجماع على أهمية مثل هذه التظاهرة في دعم السياحة الصحراوية في جهة تسخر بعديد المقاومات التي تؤهلها أن تكون قطبا سياحيا مهما أتمنى أن أزور المهرجان مرة أخرى السنة القادمة وأن ألاقي عددا أكثر من السياح لأنني أرجو أن تعيد تونس كل سياحها هذا وشهدت التظاهرة معارض للصناعات التقليدية جسدت إبداعات حرفية الجهة فكانت دورة ثرية في نسختها الأولى حسب الحضور من شأنها أن تؤسس لدورات قادمة أكثر ثراءا على مستوى التنظيمي والفقارات إلى جولة سريعة الآن في أخبار العالم أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينا شرق الجزائر حيث قامت قوات الأمن الجزائرية بإحباط الاعتداء قصفت القوات السورية مدينتي دومة وحرستة شرق دمشق مخلفة عشرة قتلى على الأقل بالإضافة إلى غارة جوية على حمص خلفت ثلاثة قتلى فضلا عن الخسائر المادية جراء الانفجارات يأتي ذلك تزامنا مع اقتراح ممثل الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا على الأطراف المتفاوذين حول الأزمة السورية العمل وفق انتخابات ودستور جديد تمكنت القوات العراقية ضمن مساعيها لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي من السيطرة على موقع الجسر الرابع الذي يصل بين الجانبين الشرقي والغربي للمدينة بينما غادر الآلاف من المدنيين العراقيين غرب الموصل هاجمت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبين وسائل الإعلام الفرنسية واتهمتها بالقيام بحملة دعائية لصالح منافسها الوسطي إيمانويل ماكرون الذي يليها في نوايا التصويت بينما ندد مرشح اليمين فرانسوا فيون بسلبية الحكومة في مواجهة العنف إلى أخبار الرياضة الوطنية والعالمية مع بشير القروي مساء الخير بشير مساء الخير مساء الخير مشاهدين ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الرياضي رسلت هيئة النيد رضي الله بن زرتي دارة الحي الوطني الرياضي قاسد طلب يجراء مقابلات الفريق خلال مرحلة تفادي النزول بالملعب الأولمبي بالمنزه من جهة أخرى طلب فريق عاصمة الجلاء أيضا بسماح لخمسة ألاف محب من دخول الملعب خلال المباراية القادمة يذكر أن ملعب انزارت أغلق أبوابه مؤخرا أجل السيانة وتغيير عشب الميدان قرر متوسط ميدان الملعب الجيبسي أيمن الترابلسي قرر مغادرة مدينة جابس بسبب عدم إفاء الهيئة المدير للفريق بتعهداتها المالية تجاهه على حد تعبيره يذكر أن الملعب الجيبسي يستعد للدربي يوم الخميس القادم ضد المستقبل لحساب الجولة الأولى من مرحلة تفادي النزول من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم أحرزت العداء التونسي حبيب الغريبي أمس الميدالية الذهبية في بوتولت فرنسا للعدو الريفي القصير في سانجال ميه لمسافة أربع كيلومتر بتوقيت قدره ثلاث عشرة دقيقة وثلاث ثوانا للإشارة فأن حبيب الغريبي عانت مؤخرا من العديد من الإصابات أبعدتها عن المنافسات يواجه غدا لعب التنس التونسي ملك الجزيري المصنف السابع والأربعين عالميا المصنف رقم واحد البريطاني أندي موري في الدور الأول من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس وستكون موجهة الغد الأولى بين جزيري والبريطاني موري ضمن المسابقات الرسمية جولتنا العالمية نستهلها بالحديث عن الدور الإيطالي حيث تدور بعد قليل وحساب الجولة السادسة والأشرين مباراة فيورنتينا وضيفه فريق تورينو على ملعب أرتاميو فرانكي وفي مباراة أخرى من الدور الإنجليزي الممتاز يستقبلوا وحساب الجولة السادسة والأشرين يستقبلوا ليستر سيتي فريق الريدز ليبربول صاحب المركز الخامس وختاما لكم موعد بعد قليل مشاهدين مع برنامج التاسعفوت الذي سيتناول بالتحليل العديد من الموضع الرياضية وعودة على مجرية الجولة الأولى من مرحلة البلايوف وختاما نشكركم جيدا لحسن المتابعة والاهتمام معودة معالي شكرا لك بشير لم يبقى لي إلا تذكيركم بما جاءت فيه النشرة من عنوين اتحاد الشغل يكثف من مشاوراته مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأمين العام نردين طبوبي يشدد على تغليب صوتي الحكمة والعقل القضاء ينفذون إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم بالبلاد احتجاجا على سوء أوضاعهم المادية والمهنية ويطالبون الحكومة بتوضيح موقفها من مسألة المجلس الأعلى للقضاء صندوق النقد الدولي يقرر تأجيل القسط الثاني من القرض والحكومة تدرس تسريح عشرة آلاف موظف وبيع حصص في بنوك عمومية شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة